ينضم اليمنى القدس عصام عكر ماوي مراسل بي بي سي مرحبا بك عصام ضعني في صورة الوضع الآن في القدس كيف هي الحالة الأمنية وهل هناك من مظاهرات هناك إدراب عام في الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية بدأ منذ صباح اليوم استجابة لدعوة لهذا الإدراب كان هناك دعوة لثلاثة أيام غضب تبدأ الأربعاء وتنتهي غدا الجمعة ولكن اليوم بدأ منذ ساعات الصباح الباكر كان هناك إدراب عام كان الجو أو الوضع كانت هادئة نسبيا في ساعات الصباح لكن الآن هناك تجمعات في أكثر من منطقة في رمالة في نابلس في الخليل بيت لحم وأيضا في القدس في منطقة باب العمود وهناك أنباء عن اشتباكات أو مناوشات بين المتظاهرين الفلسطينيين وقوات الشرطة والجيش الإسرائيلي إسرائيل دفعت بعداد إضافية من قوات الشرطة والجيش إلى هذه المناطق تحسبا من دلاع مواجهات واشتباكات بين الجانبين غدا هو يوم الجمعة وهناك صلاة الجمعة هل ستقام صلاة الجمعة في المسجد الأقصى أم أن هناك إجراءات أمنية بمنع سن معينة من الدخول إلى المسجد مثلا حتى الآن لم يصدر أي تصريحات حول تقييد حركة دخول المصلين ولكن في السابق لجأت السلطات الإسرائيلية إلى منع من تقل أعمارهم من الرجال عن الخمسين من دخول المسجد الأقصى أيام الجمعة وقد يكون هناك إجراءات من هذا النوع لكن حتى الآن لم يعلن رسميا عن هذا من المتوقع طبعا كما ذكرت أن يكون هناك حضور كبير في المسجد الأقصى يوم غاد لصلاة الجمعة وأيضا الشرطة الإسرائيلية أخذت احتياطاتها تحسبا من حدوث مواجهات بعد الصلاة أشكرك من القدس عصام عكرماوي مراسل بي بي سي ترجمة نانسي قنقر